بسم الله الرحمن الرحيم نكمل الـ Pharmacoeconomics من أول ما وقفنا حاجة شوية خلصنا الـ Cost Benefit Analysis هنكمل بعد كده أنا شرحته بس حاجة عليه بسرعة عشان تبقى كل حاجة واضحة الـ Cost Effectiveness Analysis كنا بدأنا عنده قلنا انه هو تكنيك ديزايني تؤسس الـ Decision Maker عشان نحدد الـ Preferred Choice Among Possible Alternatives هنا يختلف عن الـ CBA عن Cost Benefit Analysis ده بيطبق في situation where the product inputs اللي هي الـ Cost يعني اقدر اقسها بـ Economic Terms زي وزي الـ CBA بس الفرق بقى بينه بين الـ CBA ان هنا الـ Outputs are more applicable ممكن اقسها اكتر او ممكن افهمها اكتر In Health Improvement Created يعني ايه الدرجة في التحسن الصحة اللي اختلفت هتفرق في ايه؟ يعني مثلا Life Years Extended زي ما هنشوف مثلا فيما امراض السرطان Clinical Cures الشفاء من ناحية السريرية او الـ Clinical Cures فيه اعراض تحسن او شفاء كلينيكي افضل فده الميزة بتاعة او الفرق بين الـ Cost Effectiveness Analysis وبين ايه الـ CBA عندك Cost Effectiveness Analysis لو قلنا Technique in which the cost and effects عشان نجمل of intervention and an alternative are presented in a ratio of incremental cost ايه بقيس الفرح اذا فيه هنا قيمة مضافة فيه فرق بينهم فيه حاجة هتضاف ما بين العلاج التاني بالنسبة للعلاج الاول to incremental effect بنقيس الـ Cost بتاع اللي هو incremental cost على واخد رشه على incremental effect على التحسن اللي حاصل او الافكت اللي حاصل فرق الافكت اللي حاصل يعني فرق على فرق فرق تكليف تكلفة على فرق ايه اه اثر او اثر او اثر او اثر علاجي او مقصود بتحسن طبعا الـ Comparers cost economic terms for some unit of effectiveness or clinical outcome بنقيس الى some unit وحدة من وحدات التحسن زي مثلا الـ Pain الـ Pain احنا قلنا بنقدر نقسمه سكور الـ Pain ضغط الدم ده unit of effectiveness مليميتر زيبق مثلا السكور بتاع الـ Pain ضغية النبض اختلف عدد ساعات انهم يتحسن مثلا دا يونتفكتفنس ما ممكن اعدها ممكن اقسها بطريقة ما او اي ان كان الكلينيكا اوتكم بقدر بقيسه بطريقة ما ممكن عدد السنين زي ما قلنا الممكن يكسبها مع استخدام العلاج في العلاج امراض يعني صعبة زي الكنسر والحاجات دي مور اكسبنسف دراج ويز اديشنال بنيفت ويز اديشنال كوست بنشوف هل الدراج الاغلى هل يستحق الفرق التمن ده اللي هو فيه تمن زيادة درس نوت الاراو كومباريزون درس نوت الاراو كومباريزون تو بي ميت بتوين تو توتالي ديفرانت اي او ميديسن دي مشكلة ما نقدرش ايه نقيس ايه اتنين اي او ميديسن بعاد عن بعض خاصص يعني ما يدرش ايه إث او حاجة زي الدوا بالعلاج الطبيعي ممكن يكون صعب شوية مائش دوا مثلا دايين ممكن يكون الفلد بس الاياس بتاع مثلا دوايين متاعهم مختلف من الاثر مو looking one يعني مثلا دوايين مثلا ممكن يستخدمون لعلاج الالم بس واحد يتقاس اكتر في النوت من الملتز فى القدرة من التالية قوي بس بيهدي. تمام؟ فممكن هنا القياس ما يبقاش دقيق لانه مش حقيس الافيكت مش بالزبط هو هو. غير منه في المجمل بيحسن بس مش ما ينفعش الاسم لوحدات القياس مختلفة هناك. يجب ان تقوم بحاجة الافيكت. الاوتكم هنا بيتقاس بنون دولار يجب ان يتقاس بكلينيكال افكت. الافيكت طبعا ده بالفلوس او بالدولار وانه الاوتكم بيتقاس بنون دولار يونت لان هو ده افكت. الريزل بتتعبر عنها cost effectiveness ratio ممكن يكون cost على treatment cost على outcome cost على life saved لزي ما قلنا في امراض الاورام بنقيس بعدد السنين survival مع كل علاج فده بيتقاس بcost على treatment cost على اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا عن إدار الاستجاء about the plant CEA often employ years of life as the measures of success of particular program كما قولتنا الأمراض الخطيرة التي تتعذب years of life-samb Sinn this can offer an incrementally comparing the cost طبعاً increments يعني فرق في التمن فرق في الفيكت. associated with two or more interventions. طبعاً بتتأس دايماً دي بتتعمل دايماً في المقارنة بين دوين. علاج جديد علاج قديم. علاج معروف علاج مش معروف. كده يعني يعني شراكات الدواء بتعملها هيئات التأخيز بتعملها. حالياً يجب ان تشتغل اكتر حاجة تانية اللي هنقولها كمان شوية لكوستو منيمايزنج افكت لكن ده هنا كوستو منيمايزنج اناليزيس لكن هنا ده بيتقاس دايما لما يكون شركات الدواء المستشفيات الجهات البتاعت التأمين ممكن تعمل كده برضو بيقيسوا الحاجة دي برضو من نجمة اوماليج نانديسيس ده موجود كتير اوي في النوع ده من التحليل بيستخدم كتير اوي التحليل ده فيها طبعا الجولدسطاندر عندي كل الكلام اللي في الجدول اللي هو display design طبعا ده هو دي الفاز اللي بيحصل فيها اكتر clinical trials على human فيبقى عندنا الجولدسطاندر عندي هو randomised clinical controller clinical trial اللي هي بتبقى randomised double blind controlled trial دي طبعا بتبقى اعلى طريقة في التجارب الكلينيكية دي انها بتعمل الالمination several sources of bias. بتعمل اكثر من مصدر للخطأ. فدائماً هتلاقوه في الى clinical trials المال نوع ده. اللي هي phase three design. بيبقى عندي cost effectiveness analysis حاجة يعني لها اعتبرها. فاندخل بالنا من الموضوع ده. incremental cost effectiveness ratio ده الحاجة اللي بحسبها في فرق التمن. incremental cost of using an intervention to obtain a unit of زي مثلا dollars per life year's ganda هو الوحدة اللي بتستخدم. compare with alternative. بختار طبعا او او لما عايز ايو شوف الدوا ده بيعمل حاجة اصلاً ولا لا فهو ده اللي بنسميه incremental cost اا افكتبنس ريشو. وده بيتقاس طبعاً بيبقى فيه ريتشو بين الاثنين بين الفرق التمن على فرق الافكت. بغيشه بين الاثنين دول زي ما هنشوف في المثال. بتاع الكوست افكتيفنس اناليزيس. ان هو تبقى ساعات صعبة لما يكون فيه ديفرنت يونتس. ده مثال اللي ممكن يستخدم فيه مقارنة. دول اثنين مش زي بعط. اثنين كلاس مختلفة اتش تو بلوكرز وبروتون بامب انهيبتوا. والاثنين بيستخدموا لعلاج اه البي اتش زيادة والهايبر رسلتي وقرح المعدة. فهنا ممكن اشوف السيمتون بتاعت الريفلاكس او الاستوفاجيتس. وممكن اشوف اعراض الهارت بيرن. ممكن اشوف اقيس البي اتش في فيطرية بنقيس بها البي اتش في الستومك. بنحط الكترود بندخل الكترود ونقيس بها. فدول مختلفين في الاثر. بيبقى الاياس بينهم صعب شوية. بس اذا واحدت بتاعهم اللي حقيسه. ممكن اقارن بين حاجتين دويين بيعملوا نفس الاصر من هما مش نفس الكلاس. ففي الاكزامبل ده انا بقيس نفس الحاجة فيقدر رئيس اعمل انجرمينتال كوست افكتبنس غيشيو بين الاثنين دراج دول. البرودكت أو سيربس ماي بي كونسيدر كوست افكتف. لو الالترنتف ده كان بيديني هنشوف بقى بنختار على اساس ايه. ان هو الحاجة كوست افكتف ولا لا تستاهل فعلا ان انا ادخلها في العلاج ولا لا. لو عندي لس اكسبنسف. اند اتليست از افكتف. لو هي اخص. خلي بالنا من الكلام ده. لو هي اخص وفي نفس الوقت. على قل. نفس التمن. اتليست. مش اقلب من نفس قصدي الفعلية. لو حاجة اخص في التمن بس نفس الفعلية بقى طبعا كوست افكتف اكيد. بنا هدفع فلوس اقل وحاخد نفس الفعلية. طيب بس لها ساعتها هتبقى كوست افكتف بقى بس عايزة بقى اخيار هل دي اه لازمة قوي ولا مش لازمة قوي. ممكن ما تكونش لازمة قوي. ما تكونش حاجة مهمة قوي. اه بالزاد في الدول الاشتراكية او الدول اللي بقى اللي اقتصادياتها يعني مش جامدة قوي. فممكن ساعت الادشنال دي بقى اقول مش لازم يعني يستحمل شوية صداع يستحمل شوية برضو بتتوازن. لو الدولة فيها رفاهية كفاية او المؤسسة اللي بتعالج دي مثلا بتبقى بتدفع للناس اللي بتعالجهم بسخاء فطبعا مور اكسبنسب مع ادنشنال بنيفيت ممكن ما يبقاش فيها مشكلة. اه هنا بنقول ورث اديشنال كوست. لو مور اكسبنسب و اديشنال بنيفيت وتستاهل اديشنال كوست طبعا زي ما قلت ده من وجهة نظر الجهة اللي هتدفع. سواء حكومية او او خاصة او مؤسسة اه في الدولة ده هي اللي هتدفع. وحتقول ان الدواء ده وورث الاديشنال كوست. تمام؟ بالاديشنال بنيفيت دي يبقى تمام. ممكن يبقى العلاج ده كوست افكتف كومبيرد مع الالترنتف بتاعه. طيب لاس اكسبنسب و لاس افكتف. ها ممكن يتاخذ بعض الحاجات. لو الافكتف بتاعه حايديني البازلين حايديني الحاجة اللي انا عايزها. in which is the اكسترا بنيفيت. provided by the competing alternative. is not worth the اكسترا اكسبنسب. لما اقول بقى لما اجيب دواء جديد واقول مسلا ان هو لاس اكسبنسب و لاس افكتف شوية. الاكسترا اكسبنسب اللي موجود في الدواء الاوليني ده مش مستاهل. not worth. يبقى ده الواجه الاخر للنقطة اللي فاتت. هي بتاعت more expensive with additional benefit. ده الواجه الاخر بتاعت حاجة حتكون اخص. الفعالية بتاعتها اقل شوية. بس ماشي. انا الفعالية الناقصة دي مش مش اخسارها قوي. في العلاج الجديد يبقى ايه? يبقى برضو cost effective. tot worth the extra expense. في الدواء الاولاني يبقى هنا ممكن اقول ان الدواء الجديد اللي واقارن به الproduct او service دي cost effective. هنا بيديك جدول ازاي تعمل decision making في حالة لما يكون عندك cost effective analysis. لو حاجة ناخد الاول حاجة higher effectiveness. هنشوف حالتين لها. higher cost. زي ما قلنا need justification. هل الا efectiveness الزيادة ده الاكسترا ده لازم لكل الناس. الاكسترا benefit ده لازم لكل الناس ولا مش لازم. فدي محتاجة ايه تبرير. طيب لو higher effectiveness ولا هو cost مش عايز الكلام حطتك بالاخضر. ياس عدي وانت مطمنا. دي حاجة احسن في الفعالية واخص من الكوست كويس جدا. الصف الثاني من الجدول هناخد الحالات اللي بيبقى فيها يعني الفعالية يقل شوية. طب لو بلا شك هتقول لأ. بلا شك هتقول لأ. نور احمر. ششرة حبرة. طيب لو ساعتها 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 انا ممكن اوفر فلوس هنا هوفر فلوس لان الكوست عندي اقل. والفكتيبنس الزيادة اللي هي ضحيت بها دي مش قضية مش مشكلة. انا عندي الاساس بتاع الاساس وطبعا بيحصل في الدول برضو الاشتراكية او لما بيكون ظهور اقصادية صعبة او بنعالج عدد كبير ومش مهم اوي الفعالية اللي ضحيت بها دي طالما الاساس اللي انا عايزه موجود خلاص بقول ماشي. سامبل اوف كومباراتف ستادي عندي هنا مثلا اوان يير كورس ده اللي ستاندر عندي بيعالج مرة خبيث. الديكت كوست هنقول ايه ده هنا طبعا ده نيستخديني في السنة. كل بقى حاجة دخلة في العلاج. المدسين انتي كنسر ففيه تحيات مع انتي اماتكس. اماتيكس ايه يدخل في اماتيكس. اه يدخل فيه راديولوجي فيه باثولوجي فيه حاجات معامل تحليل بتتعمل وكدا. نيو دراج تريتمينت ون. يبقى عندي هنا المقدر طبعا ده حاجة الاعمار بيدل لها طبعا احنا عارفين لكن احنا انه بنقول لي هنا ايه? هما بيحسبوا دايما قللت السوطان بالسورفايفل يارس. عيفرش انوال كوست ااا التوتال كوست او دي تريتمينت ااا ايه اللي هو الجديد هيبقى بي ااا جنيز تغليني. هنشوف كده المعدل اللي هتبقى بالمنظر ده تريتمينت ايه تلاتة ونصف تريتمينت بي اه اربعة ونصف ده الافكتيبنس السيرفيرول يير زاد وسنة ده في التاني كان اربعة ونصف في الاولان الستاندرد كانت سنة تلات سين ونصف الانكريمينتال كوست افكتيبنس ريشو بحسبها ازاي دي اللي قولنا عليها من شوية بطرح فرق السعر ايه هيبقى بي ناقص ايه بي اللي هو الجديد خلي بالك ده اغلى دايما ايه الجديد اللي في العادة هيبقى اغلى بطرحه من القديم اه بقسم عن اغلى بطرحه بتبقى على ايه في الدنومينيتور بيبقى عندي اه اربعة ونصف ايه ايه ثلاثة ونصف اللي هو السنة اللي اكتبناها دي بيبقى حيديني ايه الكوست با اه التكلفة بتاعت المفروض يعني والله اعلم بسنة بكل سنة بكسبها سيرفايفل بيبقى عندي قد كده ده المعادلة الاكرامي انتال كوست افكتيبنس بتديني كده ببساطة Incremental Cost-Effectiveness Ratio بتديني القيمة دي. تكلفة ايه بتنزع كل ايه والله اعلم سنة المفروض كسبناها. طيب مختلف شوية عن رابع انه شبهه كتير. لما يكون عندي هنا ده بقى ايه لما يكون عندي الحاكتين زي بعض في الفعلية باخد الايه الاقل في التكلفة دايما بخارج حاكتين اعجابين في يعني في الاثر العلاجي. بعمل to analyze the least costly drug or therapeutic modality. it also reflects the cost preparing administration. او دوز ده معلوم بالضرورة ان انا طبعا لما بحسب تمن دواء بحط كل حاجة متعلقة بيه في الحساب. اه السيام ايه اللي هو cost minimizing minimization. ساعات بيسمو cost minimizing analysis برضو. it's frequently employed in formulary decision. دايما بيتاخد في المستشفيات الhospital formulary. where the often is the available evidence of a new product appears to be no better than the existing product. لما يكون عندي الproducts باين انه هو مش احسن من الproducts اللي موجودة في الفرمولاري. تاعت صيدات المستشفيات اللي حنا رسناها قبل كده. بيبقى عندي هنا ايه بستخدم cost minimizing analysis دي مستشفى وكده. وفي دواء جديد طالع. نفس الفعلية بشوف. هل هو نفس الفعلية فعلا. لو نفس الفعلية باخد الدواء الارخص. this is invariably invariably what happens in practice clinical trials new medicine. دي بتتعمل بالذات في الحكومة. في دراسات الايكويفلنس. بقارن دايما عشان احخد license. requirement for licensing submission. دايما لما بقارن بشوف بعمل حاجة اسمار بايو اكويفلنس بشوف الدواء الجديد. دراسة بايو اكويفلنس بشوف الدواء الجديد. له نفس الفعلية يبقى بايو اكويفلنس مع دواء standard موجودة عندي في الهيئة التسجيل. الهيئة نفسها هيئة الدواء بتختاره كستاندر عندها بتقارن بيه. بيبقى طبعا نفس المادة الفعالة وكده. في العادة بتتعمل الحاجات اللي هي نفس المادة الفعالة بس في ايه بغاند نين مختلفة او فيه formulation مختلفة. فبختار طبعا هنا الحاجة بشوف البيو اكويفلنس قبل موافق على تسجيله. examination of cost of two more programs that have the same clinical outcome. شايفين بنتكلم دائما على same clinical outcome. بتتقاس بقى ك physical units. for example مسلا بقى لازم ايس بوحدة تفهمها. reduced mobility or life years gained or life saved. life saved يعني حاجة بتنقذ الحياة بتنقذ من الموت يعني كم حالة تم انقذها من الوفاة بسبب الدواء ده. او برضو السنين حاجة عادة قدها لازم يكون physical units. or reduced morbidity. treatments with dissimilar outcomes can be can also be unrelated by this technique. لما يكون عندي احيانا two or more interventions to be assume to be similar. then if all other factors equal. بشوف منها مثلا آآ 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 الادوية دي هي نفس الفعالية بس في حاجات تانية تختلف في الايفكت زي ايه بقى؟ في dissimilar outcomes مش في الفعالية العلاجية. في dissimilar outcome من نواحي تانية. النواحي اللي بقول عليها بنقوسينس سلبية مثلا. الconvenience. الدواء ده مناسب للناس ولا مزعج في استخدامه. side effects عاغراض الجنابية محتملة ومش محتملة. available23. الدواء ده سهل للحصول عليه ولا فيه صعوبة في الحصول عليه للإستيغاظ لاي حاجة المواد الخام لأي حاجة مش موجودة بسهولة ما تصنعش بسهولة selection can be made on the basis of the cost كل ده بحطه في الاعتبار وممكن ايه احط التمن هنا كهو الحاجة اللي هتحدد لي الايه معيوة التفضيل لو شوف التمن قد ايه هنا طبعا هنا عندي الدواء دي زي بعضها في dissimilar outcome لازم احييدها الاول اللي هي side effects والكلام ده بحييدها الاول عشان اقدر اعمل الاختيارة على ال cost ده يعني لازم في ال effectiveness بحاول اشوف ال side effect مثلا هتتكلف كام availability الاستيراط هتكلف كام كل ده بحطه في الكست يعني بحييد الاسر عشان الكست بس هو يكون مصدر الاختلاف يعني لو فيه تمن هيتدفع لاراضة جانبية هحطه على الكست لو فيه تمن هيتدفع عشان استراد المادة الخامة واستراد الدواء بحطه في الكست لو فيه تمن بيتدفع عشان ال convenience بتاعه تقدر تخلي الناس تستخدمها اسهل هيتحط في الكست يبقى عندي كله بساوي كله يبقى الكست عندي بس هو في الاخر اللي حقايا فاضل على اساسه بعد كده هنا لو عندك جدول وبتقيس على اساس الكست منيمايزينج انراليس بنعمل كده عندك اول حاجة وورث اوتكم وورث اوتكم يعني الدواء اثر العلاج بتاعه سيء بس اللور مش سيء يعني اقل من الورث مش معناها سيء معناها اقل في الفعالية من الاستاندار وعندك لور كوست ساعتها ايه بقى كونسيدر السيام ايه بشوف السيام ايه انا بقى احلل على اساس السيام ايه السام كوست سام كوست والاوتكم اقل اكيد هترفض الدواء ده الكونسيدر سيام ايه برضو لازم هنا اشوف الورث اوتكم ده يعني مستاهل التمن اخص بس الورث اوتكم اسوأ قوي يعني ولا ماشي الحال ممكن الاساسر العلاجي يمشي بتاعه ساعتها هحسب بالسيام ايه طب سام كوست ريجيكت اكيد طب هاية كوست وورث اوتكم اكيد ريجيكت برضو طب هنشوف في الحالات اللي بقى فيها السام اوت كوست انا بناخد صف صف عشان اقعب اسهل المقارنة غير ما طلخبط لو نفس التمن نفس التمن الدواءين وعندي القصد نفس العائد العلاجي احنا بقول بالبرو بالصفوف يعني فحناخد احنا وشوفنا اوتكم سام اوتكم يعني ايه؟ يعني نفس القصد العلاجي بس ده كويس مش واحد تحليل السيام ايه طبعا سهيد هيتطلعلك تاخد اللي هو مقارنة اوتكم طيب سام كوست وسام اوتكم بقى مارسح تعمل اللي انت عايزه بع بعض iens جميع كان Mun Anytime top بتا ذات شوية ممكن تخذ اللي يعجبك لو في مستشفى يعني ده身 طيب هير كوست و身 آتكم برضه اكيد ريجكت. احنا قلنا في المثل الي فات لو ورس اوتكم وهير كوست اكيد هتعمل ريجكت. لو ورس اوتكم وهير كوست برضه هتعمل ريج كوست. طيب لو heal if him وهايا. لو سام اوتكم وهير كوست ليه هتاخدو ده التامن اغلى هو نفس هتعمل لك في الدول السطاندر يبقى هتعمل له ريجكت. طيب workers here in better outcome decided good outcome is вин بتا brightly in common and lower cost lower cost low cost比 better outcome انه ستاخذ집 هذا 8 a to fast and better outcome وهي لديك بكوى ساعته بردو ساعتها سنفكر هنحسب بقى ساعتها بايه؟ بالـ COA هنحسب بالـ Cost Effectiveness وهنحسب بحاجة اسمالك الـ Cost Utility هنشوف اخر حاجة ساعتها بنشوف هنحسب دول نشوف بقى الـ Cost Effectiveness ده مستاهل الميزة الموجودة دي مستاهلة مستاهلة ان ااخد الدواء ده مستاهلة الثمن والزيادة ده الـ Better Outcome ده احسن وبعده الـ Cost Utility بتشوف Quality of Life هنشوفها دلوقتي بتشوف Quality of Life وبعده هنشوف مستاهلة ولا مش مستاهلة الـ Cost Utility Analysis ده اخر حاجة اللي هي بتعتمد على Quality of Life ده specific type of Cost Effectiveness Analysis بنستخدم حاجة اسمها Quality Adjusted Life Years اللي هي كالي نحفظ كده الكلام ده كويس اختصارها ايد ده على كوروناين بيقولها يعني اول حروف من Quality Adjusted Life Years ده هو Effectiveness End Point هنا بقيس بقيس فعالية الدواء بايه؟ بحاجة اسمها القالي أو Quality Adjusted Life Years دي Quality Adjusted Life Years تبقى حاصل ضرب عدد السنين في جودة كل سنة في جودة العيشة نشوف ازاي ما يحسب جودة الحياة والـ Life Quality قد ايه؟ العيشة بتبقى حسن By Convention Cost Utility Analysis اللي بتبقى هي نوع من Cost Effectiveness Analysis يعني مش بعيدة عنها لانه Cost Effectiveness Analysis زي ما احنا شوفنا بنقيس الـ Effect هنا برضو بنقيس الـ Quality في حاجة قريبة من الـ Effect How ever not all Cost Effectiveness Study use the Cost Utility Methodology يعني هي دي الاصل Cost Effectiveness هي الاصل فطبعا اكيد عشان هي الاصل بتبقى اعرض في الاستخدام فمش نفسها مش هتستخدم Cost Utility Methodology بنفس الطريقة لاني Cost Utility قصرة على حاجة حالة معينة الحالة اللي بقس فيها Quality of Life ما بقس الـ Effective بتبقى بقس Quality of Life فالاساس الأم عندي هو Cost Effective Adults ده الاصل وأوسع في الاستخدام Cost Utility دي حالة خاصة عشان كده بنقدر نقول Not Cost All Cost Effectiveness Analysis بتستخدم طريقة Cost Utility على اساس Cost Utility دي بفرع من Cost Effectiveness Cost Utility Analysis دي alternative measurement بديلة بال Cost Effectiveness For the consequence of the healthcare intervention is the concept of Utility يعني الconcept للدخ الجديد اللي هو Utility يعني ايه؟ دي طريقة بتديك تقدير estimating patient preference الpatient بيبقى هنا هو له ضغ كبير فيها قوي فيها نوع من رفاهية ان هو يختار او يفضل particular intervention in terms of ايه بقى هو اللي بيحدد على اساس ايه؟ اندي هتسأله او هو اللي هيحدد الwell being بتاعه شكله ايه؟ الpatient states well being Utility is described by an index طبعا بتبقى range من zero اللي هو represent death هتشوف فيه index كويس قوي هتشوفه دلوقتي واحد اللي هو perfect health بيبقى واحد هي في العادة كمان بتبقى مش كسور عشان فيه ناس ما بتحبش الكسور فيه ناس فيه جداول فيه جداول موجود من زمان بيحسبها percentage يعني zero percentage اسوأ حاجة اللي هو الموت طبعا وعندي 100 بدل واحد perfect health بيعتبرها 100% يعني احسن جودة حياة ممكنة product of agility and life years again provide the terms quality adjusted life year اللي قلنا عليها باختصارها كالي quality adjusted life year خلي بالنا هنا state of health مع outcomes بيتقاسوا مع بعض يعني state of health مع outcome بيتقاسوا مع بعض يعني this mean ايه انه one can assess quality of life years not just number of years gained يعني انا في effectiveness ممكن بقيم اللي هو survival years اللي نتجة من علاج معين بعلاج تاني يعني اللي حتزيد دايما علاجات السرطان بتتقارن بعدد average years اللي بنكسبها مع العلاج المستخدم فهنا لا مش بستخدم كنا بس هنا بعمل quality of life years again مع number of years بحط العام الجديد اللي هو بالأحمر اللي هو quality مع number اللي اتنين بدخلوا مع بعض عشان بيديني appreciation أحسن لنوع life اللي حيعيشها المريض ممكن يعيش سنوات أكتر بس عيشها صعبة جدا الدول صحيح بيحسن المرض لكن بيخلي عيشته صعبة جدا بيعمله أعراض لا تحتمل بيبقى ساعتها يبقى خلاص بيقول كفاية كده مش عايشة أكتر من كده يعني فهنا لا الـ utility دي بتحط quality of life دخلة مع عدد السنين اللي ايه احنا ممكن نكون كسبناها بأمر اللي طبعا مع العلاج الجديد فيه طبعا أكتر من طريقة بقيس بها quality دي بتاعتها فيه كذا حاجة هنعرفهم بالاسم بسيطة وبينهم البسيطة فيه حاجة اسمها وصح kind matrix ده بيقيس الـ preference بتاع population sample from certain disease group يعني بيقسم الناس disease group ويشوف الـ population بياخد عينات من population يقيس زي matrix كده بيستخدم في الـ calculation المستخدمة دي الـ visual analog scale method دي مستخدمة بالذات في علاج الألم ولازم نعرف ده كويس دي مستخدمة بالذات في علاج الألم perceived disease state by scoring them themselves وبيده scale من 0 إلى 1 أو من 1 إلى 10 أو من 0 إلى 10 أو ممكن في البيا مش مهم بقى فيه scale هنا بيقول لي هو حاسس بايه ودي في علاج أعراض الألم أو أعراض مثلا النوزية أعراض دقض رائسها الـ patient هنا عملية يعني subjective جدا عملية شخصية جدا ما قدرش أسهب بجهاز ضغط ولا أسهب برقاب جاي من تحليل ولا حاجة جاي من أشعة أخذ منها scale معين لا هنا بقيس بايه بالpatient perception تمام ده مهم جدا انتعرف كده ببساطة perceived disease state يعني أو patient perception لو قلت لك كده يبقى على طول ايه ده standard gamble method ده بيخير الناس نعمل مقامرة يعني باتنين بين حاجتين بيقول لهم تعيشوا rest of life in their current state of health أو تاخدوا مخاطرة انك تاخدوا علاج جديد لم يستخدم من قبل المفروض حيرجعكم perfect health بس خلي بالك انك لو العلاج جديد ده لسه جديد فلو خصل failure في الاختيار بتاعك ممكن ايه يحصل instant death اسوء الاحوال طبعا بيتدوم اسوء الاحوال الـ probability of the gamble are varied until there the difference between the two events طبعا هنا ممكن يقول له آه حتى ممكن في مخاطرة قد كده في ممكن يحصل وفاة ممكن يحصل اعراض جنابية كذا فده هنا بيخير الناس وهو الناس هنا اللي بتختار بتحط الـ quality هتحط من واحد من زيره لواحد الـ quality اللي هو هيختارها وبيخط في اعتباره الاعراض الجنابية بيحط في اعتباره موضوع انه هو ممكن العلاج يفشل فبيختار الـ quality بيحطها في عدد السنين اللي هو آه ممكن يكسبها من العلاج ده طبعا مش شاعة قوي مش مستخدمة قوي بتبقى صعبة شوية لان طبعا مفيش دولة بتقبل او مفيش جهات حكومية بتقبل تستخدم علاج مش في العادة يعني المفروض كده يؤدي مثلا الى اعراض جنابية خطيرة او ممكن يؤدي الى الوفاة الـ time trade of method دي بتخير الناس برضه بيقولهم بقرروا to decide how many of the remaining years of life expectancy ممكن تشيلوها او تضحوا بيها تمام to exchange مع تبدلوها مع complete health هايقول له والله انت مستعدة تعيش كم سنة complete health بدل ما يعني تعيش مثلا عشر سنين في حالتك الصحية دي مستعدة تشيل كم سنة منهم بيحدد حده اقصى طبعا ان هو يعيش بحالته الصحية دي برضو ايه هتضحي بكم سنة بالعشر سنين دول بس هتعيش في صحة كويسة طبعا برضو دي طريقة صعب جدا برضو ان انها subjective قوي صعب جدا ان تتحكم عليها بمعايير صارمة فبرضو ايه دي حاجة بترجع لكل شخص ممكن يقولك انا مستعد عيش تلات سنين كويس جدا وكويس قوي على كده وبرضو مش كل الناس في ناس طبعا مارزة بالناس مش عايزة يعني تضحي بسنين من حياتها بتقولك عيش زي ما عيش الا طبعا لو حالته سيئة جدا بيبقى ساعتها ممكن يحط اختيار يعني يمكن اكتر طريقتين شايعين عندنا هما اول طريقتين اللي هي فيهم البيشنت نفسهم بيختاروا بيقدروا يحددوا قد ايه غير حكاية ان انا ممكن اضحي بسنين او حكاية ان انا اقامر واقول لو خدت الدواء ده ممكن يحصل لي ديس وبرضو حاخده فيمكن اول طريقتين هما دول المور بيبولار يعني المثال ده مثال كوست يوتيلتي اناليز زي ما انتم شافين نحط العلمان فوق بالاحبار كوست افكتيفنس عساس تقارن هو نفسه زيه زي كوست افكتيفنس اناليز بس هنا ما بنحطش السنين بس بنقول ايه بنحط فيها اليوتيلتي اللي هي تمثل عشان احساب بعد كده الكالي تمام القوات ايه جنيه استغليني الاستغلالي بتاعه تلاتة ونص الخانة التالتة اللي هي ايه اليوتيلتي الوانت ناين القوات الايفكتيفنس اربعة ونص وفي الخانة التالتة بنحط اليوتيلتي وحاصل ضغب الاثنين السنين في اليوتيلتي هي اللي بتدbing ديني الكالي او السنين مظبوطة على الـ quality of life. بيعمل نفس الحزبة بالزبط. هيبقى برضو ratio. cost benefit ratio او cost effectiveness ratio او cost utility ratio. المقام بس هو اللي هيختلف الاسم. بطرح الكست فرق cost البي اللي هيكون اغلى طبعا. هتطرح منه الايه. تكلفة الايه. هنا بقى في المقام بحسب الكالي وهي بتبقى في المقام الكالي بتبقى في المقام. انكم انت اللي يعني فرق. بضغب اربعة ونص في تمانية التريتمنت بي. تمانية اللي هي الـ quality. وبطرح منها ايه? الـ quality بتاعة التريتمنت 1 اللي هي هتكون حاصل ضرب عدد السنين. تلاتة ونص في العلاج الاولاني التريتمنت 1. مضغوبة في point 9 اللي هو point 9 اللي هو الـ utility. ده بيرك كالي. ده عنوان ايه? ده حيبقى وحدتها كالي جيند. لما الكراشو دي بعمل الاسمة بتاعتي حيبقى عندي year per cali جيند. يعني التكلفة بتاعة مقسومة على وحدة كالي واحدة. سنة كسبتها بحالة جيدة المفروض يعني. الكالكوليشن ايه? الـ decision of cali provide a method which enable decision makers to compare different health interventions. و assign priorities for decision on resource allocation. هنا. الناس بـ الميزة هنا الـ patient داخل في الاختيار جامد لانه هو بيحدد الـ quality اللي هو حاسس بيها بين علاج والتاني. والناس اللي هم السلطات الصحية هنا او الـ decision makers بيقولوا الاولوات بتاعتنا ايه? هل الكالي اللي حاصل ده تكلفة الكالي اللي موجودة دي تستعل العلاج ده يتاخذ ولا لا? اه? لو استخدمت الـ نحن نكمل على الموديل اللي اللي فات. لو treatment one provides an average an increase 3.5 years life expectancy. but that is valued utility بتاعته 0.9. then the health gain for this intervention. هيبقى كام هنا؟ السنين مع جودة الحياة هيبقى 3.15. يعني طيب نفس الحكاية الـ life expectancy بتاعته حيبقى اربعة ونص. والـ utility بتاعته او الـ quality معبر عنها بالـ utility حتيبقى 0.8. perhaps بيدي شوية نوزية اكتر مثلا. احتمال. then the health gain of this option become 8.4. حيبقى عند الكالي هنا اعلى 3.6 من 10. مثلا يعني. فاحنا شايفين هنا لو أن الفرق في الكالي مش كبير. الـ U يعني او الـ quality. كان 0.9. في الـ treatment 1. وبقت 0.8. في treatment 2. لكن الفرق سنة في الـ average life gain. ده هيبقى عندي اربعة ونص في الثاني. في الحين تلاتة ونص في الاولة دي. فلما يجي احسب ده بقى بالنسبة للratio اللي هي cost utility analysis هعملها ازاي او cost utility. الانكريمينتال كوست هنا بيبقى ازاي بيبقى الانتروفنشن تو اتشيب وان كواليتي اتجاستي لايف يير اللي هو الكالي كوالي تريتمنت هعمل الحزبة بتاعتي كاملة هتطلع لي في الاخر فرق الكوست على فرق الكالي يعني هتطلع لي مئة الف مقسومة على بوينت فايف فايف حيطلع لي عندي اه بتكلف التكلفة بقى هتبقى ايه حوالي متين اتنين وعشرين وكسور جنيز تغليني لكل كالي جين لكل اه سنة بجوضة افضل جين فهنا ممكن اقول التكلفة دي مش كبيرة ممكن ايه اه استخدمها اه 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 الدواء التريتمنت هو يبقى احسن التكلفة بالنسبة للسنة اه بحالة اه احسن او فيه سنة اه كسبتها اه اه بحالة مش اسوأ كتير احنا قلنا الكالي هيفرق في التاني يعني الاولاني حاجة بسيطة اللي هي اليوتيلتي لكن هنا في مكسب في الاخر اه 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 كسبت حاجة وكلفت متين اتنين وعشرين اه اه جنيز تغلين فممكن العلاق ده فعلا يستهل الاستخدام بتاعه هده نبقى اقول ان cust utility analyst economic tool in which the intervention consequence بيبقى measured in terms of quantity and the quality of life architects هنا ببقس بس القوانتيتي بقيس كمان القوانتيتي دي الميزة الغزل بتاع قوانتيتي اناليزيس يمكن أن تتكليفها يعني الكل تكلفها عندي بشوفها المقابل بتاعها وحدة قوانتيتيتي قوانتيتيتيت الحياة سنة مع الجودة بتاعتها وعبّر عنها بالجودة بتاعتها عدنا الجدول بتاع كرانوفسكي تعمل سنة 49 كان سابق عصره شوية هو قدر هنا في الجدول يحط تسكور او للـ performance status الذي ضعنا لـ live quality برضو علاقة بأرقام احنا قدر الاقام ممكن تكون من زيرو لواحد ويبقى كسور من الواحد هنا مش هتفرق كتير هو عمله من زيرو لمية في المية مية في المية يعني زي الواحد لو عملنا ان الواحد او المية هو الشخص السليم اللي هو يقدر يعمل اي حاجة ماش محتاج اي رعاية وكده الشخص السليم تماما ويقدر يعمل كل حاجة عندنا من زيرو لاربعين زيرو طبعا ده متوفي دد فما قدرش يعمل اي حاجة مفيش هنا هيبقى لو نحسب الكالي بتاع وحددغى في زيرو يعني مفيش فيش اي حاجة لكن من عشرة لاربعين في عجز جديد ما قدرش يعتني بنفسه محتاج يا اما مؤسسة عجزة مؤسسة خاصة مستشفى ممكن يكون مستشفى ممكن يكون مستشفى ممكن يكون في الحالة ممكن تكون متتقدم بسرعة بتسوق بسرعة الاربعين بيبقى بيحتاج برضو ايه رعاية خاصة ومساعدة بس احسن طبعا من اللي قبله احسن بالتاتين والعشرين والعشرين عندنا بعد كده unable to work لكن يقدر يعيش able to life at home live at home and care for most personal needs ممكن يكون بمعظم حاجته بس بيحتاج درجة مساعدة مختلفة من درجة لدرجة يعني عندي خمسين ستين سبعين الدرجة المساعدة بتختلف من خمسين لسبعين سبعين بيقدر ياخد باله من نفسه بس مقدرش يعمل normal activity او يشتغل active work محتاج حبة مساعدة من تمانين بعد كده بقى من التمانين تسعين مية للدرجات الاحسن في ال performance scale عندي able to carry on normal activity and work محتاج special care needed طبعا سبعين يقدر يخلي باله من نفسه بس مقدرش يعمل normal activity او يشتغل 80 normal activity مع شوية مجهود بيعملها لوحده مش محتاج مساعدة بس فيه signs and symptoms تسعين في المية بيعمل معظم الحاجات عنده بس minor signs or symptoms of disease بيلا واعي من اعراض خفيفة او بسيطة او اعلمات بسيطة للمرض بتاعه 100 normal activity ما فيش شكه هنا السليم طبعا normal no complaints no evidence ما فيش حاجة تدل ان عنده حاجة طبعا ال skill ده index بيسمح للpatient ان هم يتقسموا حسب functional impairment حسبة نسبة العجز الوظيفي اللي عندهم functional impairment نقدر نقول العجز الوظيفي اللي عندهم وده بيستخدم نحن نقارن effectiveness of different therapies حسب quality of life زي ما شوفنا وحسب utility بتتضرب في survival years gained بالtreatment نقدر نحسب منها الكالي زي ما شوفنا اللي هو quality adjusted life years وبعد كده anti-asset prognosis طبعا ده مهم جدا ان انا اعرف ال prognosis prognosis مصاري المرض او مقال المرض في ال individual patient قدر يقول لي العجزة ده ايه هذا المرض ده هيكون حيسوق قوي هيخليه عاجز تماما او هيؤدي الى الوفاة ممكن نقدر نعرف من الكلام من ال score اللي احنا عملينه ده the words of survival for most serious illness ده اللي تحت خالص بادي من الشخص المتوفي اللي هو زي هو مفيش عيشة خالص وبعد كده بيبتدي شوية بشوية يعني الحد ما نوصل ال 100% اللي هو الشخص الطبيعي اللي ما بيشتكيش من اي مرض او ما عندوش جاز يكون عندو حاجة مختفة ما الله اعلم بس ايه مفيش evidence لاي مشاكل عندو ده بالنسبة لل